وصلت المحكمة نظرة في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى بوتيلاي حسب ما أعلنت محكمة جنان بإقليم شاندونغ الشرقي حيث يحاكم المسؤول السابق وبوتيلاي متهم رسميا باختلاس خمسة ملايين يوان أي حوالي 612 ألف يورو من الأموال العامة وبارتكاب كل أشكال استغلال السلطة في شونج تشينغ لعرقلة تحقيق جنائي يستهدف زوجته التي أدينت في شهر آب أوغسطس عام 2012 بقتل رجل أعمال بريطاني ودافع بوتيلاي الرئيس السابق للحزب الشيعي الصيني في إقليم شونج تشينغ بجنوب غرب البلاد دفع عن نفسه دفاعا مستميتا يوم الخميس وقال إن تهمة الرشوة وهي واحدة من التهم الموجهة له لفقت له وأنه اعترف بها قصرا خلال التحقيقات صحيفة شاينا ديليا الرسمية أشهدت الجمعة بمحاكمة تسجل تقدما نحو شفافة في النظام القضائي بالصين حتى وإن لم يسمح للصحافة الأجنبية بالدخول إلى قاعة المحكمة ويسعى الرئيس الصيني شي جينغ يانغ إلى كسب تأييد الحزب الشيعي ليمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي يريد تطبيقها ويحرص على محاكمة بو سريعا بأقل قدر من الضجة وأحدث سقوط بو استقطابا بين مؤيدين لبرامجه الاجتماعية التي تقوم على المساواة مستلهمة الفكر الماوي والمسار الاقتصادي الذي يميل نحو الرأس مالية الذي تسلكه القيادة في بكين وهو ما كشف عن انقسامات داخل الحزب الشيعي الحاكم والمجتمع الصيني أيضا وكان بو واحدا من الوجوه السياسية الصاعدة وتعتبر محاكمته أكبر فضيحة سياسية في الصين منذ سقوط إصابة الأربعة عام ستة وسبعين في مهاية الثورة الثقافية ترجمة نانسي قنقر